فتوة دينية غريبة للدفع بالمواطنين في إيران للاقتراع في الانتخابات على أنها واجب ديني هذه الطريقة الملفتة استخدمها المرشد الإيراني علي خامنئي للحفاظ على تماسك نظامه خوفا من زعزعة الأوضاع الداخلية من وجهة نظره وبالحديث عن البرلمان أكدت مصادر إعلامية أن المنافسة بدأت بين سبعة آلاف مرشح بين إصلاحي ومحافظ من مؤيد الحرس الثوري وذلك لشغل مائتين وتسعين مقعدا في البرلمان الإيراني مسؤول في وزارة الداخلية أعلن أن قائمة من المرشحين المرتبطين بالحرس الثوري تتقدم في العاصمة طهران ووفقا لإحصائيات رويترز حصلت القوائم المرتبطة بالمحافظين على ثلاثة وثمانين مقعدا في المدن والبلدات التي أجريت فيها الانتخابات التحضيرات التي سبقت بدأ الانتخابات كانت تمهر لنتائج المعلنة فقبل يومين من موعد الاقتراع أعلن المحافظون عن قائمة موحدة لخوض الانتخابات المقررة بينما قلل الجناح الإصلاحي في البلاد من تأثير هذه الخطوة بعد أن توقعت استطلاعات للرأي تدني مستوى المشاركة في الاقتراع جراء سياسات النظام الخارجية حيث يواجه خميناء ضغوطا متزايدا من الولايات المتحدة بسبب برنامج إيران النووي والتدخل في شؤون دول المنطقة كما أنه من غير المرجح أن ينحسر الصخط الناتج عن سوء إدارة الاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية التي تكبل الاقتصاد الإيراني